السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي في فيديو جديد من فيديو نهاردة ان شاء الله ومجموعة فيديوهات ان شاء الله تبقى لحقة لي نشرح فيها مجموعة من الغرز الجديدة الخاصة طبعا بالصيف وبالشتاء بس طبعا هنتك شوية على الشتاء لان احنا داخلين على موسم الشتاء كل سانة وانتو طيبين ومحتاجين قدر كبير او كم كبير من انواع او اشكال الغرز الجديدة اللي نقدر نشغل بيها سواء طوائي او كفيات او اسكرفات او شيلان او جلوفرات ايا كان بقى اللي هنشغله هنشغل بالغرز الجديدة دي. النهاردة هنشرح غرزة جديدة جميلة جدا بيكون فيها تدخل في الالوان يعني بتشغليها باكتر من لون حتى لو هتشغليها بعشر الوان هتكون شكلها حلو جدا وجميل. الغرزة بتاعتي اسمها غرزة آآ سلم يعقوب. بنبدأ الغرزة بتاعتنا بعدد يقبل الاسم على خمسة يعني مضاعفات العدد خمسة. هنشرح النهاردة العدد بتاعنا هيكون تلاتين سلسلة وهو طبعا من مضاعفات رقم خمسة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما اتفقت معكم بنشتغل فيها بمجموعة من الالوان. هنبدأ نقول بسم الله ونسيب مسافة من الخيط. هلف الخيط بالشكل ده حلقة. وهدخل بالابرة بتاعتي في الخيط. الف الخيط واخرج من الحلقة دي. هشد الخيط القصير هقفل عقدة البداية بكل سهولة. هنبدأ نشتغل زي ما اتفقنا تلاتين سلسلة بالاضافة لسلسل الارتفاع الخاصة بالعمود بلفة. يعني هاشتغل تلاتة وتلاتين سلسلة. وممكن كمان نشتغل خمسة وتلاتين ونزود التلاتة يعني تمانية وتلاتين سلسلة. نخليهم تمانية وتلاتين علشان خاطر ايه تكون الشكل اكبر شوية واوضح بالنسبة. يعني هاشتغل خمسة وتلاتين سلسلة وبعديهم تلاتة سلاسل الارتفاع. عشان اشتغل السلسلة بيكون معي حلقة على الهواء بلف الخيط وبخرج. من الحلقة بيكون معي سلسلة. اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا دلوقتي معي عدد خمسة. بفضل اقرر الخمسة دي بقى اكتر من مرة لغاية ما وصل للعرض او المقاس اللي انا محتاجة. هاشتغل انا دلوقتي على الخمسة دول كمان تلاتين سلسلة وبالاضافة كمان لتلات سلاسل الارتفاع. بس هاشتغل التلاتين وارجع لكم نكمل التلاتة مع بعض. راجعت لكم تاني بالشكل ده انا ارتفعت خمسة وتلاتين سلسلة زي ما احنا شايفين. هارتفع كمان تلات سلاسل الارتفاع. كده واحد اتنين تلاتة. انا كده اشتغلت اول عمود بلفة معي. الراوند الاولين كله هيكون عمود بلفة. طيب تلات سلسل دول انا اشتغلتهم فوق سلسلة الرابعة دي. يعني واحد اتنين تلاتة اربعة مش اشتغل في اربعة. هلف الخيط على الابرة واشتغل في رقم خمسة. كده واحد اتنين تلاتة اربعة ورقم خمسة هدخل اشتغل فيه. علشان اعمل غرزة العمود بلفة بيكون معي حلقة على الابرة. بلف الخيط على الابرة بيكون حلقتين. هدخل في احنا طبعا هنا عندنا سلاسل ما عنديش غرزة كاملة. لو عندي غرزة كاملة بادخل في حرف الفي بتاع اللي هي رقم السبعة من فوق. لكن انا عندي دلوقتي فيه ضلعة امامي ودلعة خلفي. هوا الفرونت لوب والباك لوب. هدخل في الضلعة الخلفي لغرزة زي ما احنا شايفين اهو. الف الخيط واخرج من تحت. اصبح معي تلات حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين. وهكزا طبعا بيكون معي حلقة. بلف الخيط. بدخل في الضلعة الخلفي ليه السلسلة اللي بعدها. الف الخيط واخرج. اصبح معي تلات حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى حلقتين. نلف الخيط ونخرج من. وهكزا طبعا بكمل على الخمسة وتلاتين سلسلة بتوعي زي ما احنا شايفين. اهو. غرزة عمود بلفة لغاية ما خلص بتاعي كله. هكمل وهرجع. بالشكل دوات زي ما احنا شايفين خلصنا سطر كامل بغرزة العمود بلفة ومعايا خمسة وتلاتين عمود بما فيهم يا جماعة سلاسل اللي ارتفع. لو نلاحظ ان احنا في سلاسل الارتفاع انا ارتفعت تلاتة بعد الخمسة وتلاتين اشتغلت في الغرزة رقم خمسة. يعني سبت التلات سلاسل وسبت كمان السلسلة اللي تحتيهم على اساس ان هي طبعا السلسلة اللي احنا ارتفعنا منها. لكن لو انت هتشتغل في السلسلة دي يبقى ترتفع سلسلتين بس. بس افضل طبعا ان انت تشتغل بنفس الطريقة دي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو هلف الشغل بتاعي الناحية التانية بالشكل دوت. هشغل طبعا بادخل بقى في حرف الفي. عندي حرف الفي كامل هو زي ما احنا شايفين اللي هو رقم السبعة او الفي. بدخل بيكون الدلع الامامي والدلع الخالفي للغرزة على الابر. هدخل الف الخيط واخرج. معي حلقتين الف الخيط واخرج منهم. وهكزا طبعا بشغل على كل بتاعي غرزة حشو فكل غرزة حشو زي ما احنا فكل غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. عندي الفراغ خلاص لكل غرزة اهو واضح وباين فكل فراغ تحت حرف الفي بدخل اهو. وبشغل غرزة حشو على كل غرزة عمود بلفة بتقابلني لمسافة طبعا الراوند بتاعي كله اللي هو خمسة وتلاتين غرزة. بالشكل ده انا اشتغلت اربعة وتلاتين غرزة حشو فاضلي الغرزة الاخيرة في الغرزة الاخيرة طبعا واحنا بنشغلها بنغير اللون. ما ننساش طبعا ان الغرزة الاخيرة هتكون على سلاسل دي. وجايب بشكل ميل كده بكيرف ميل شوية ما تنسيهاش واعتبر ان هي من العدد. عشان العدد بتاعي تكون مزبوط. هدخل طبعا في عرف الزي كله. بس هي عشان ميلة شوية بتكون مش باينة. فناخد بالنا وما ننساش يا جماعة. معايا حلقة اربرة. دخلت تحت الغرزة بتاعتي لفيت الخيط وخرجت معايا الحلقتين. لو انا هكامل بنفس اللون طبعا في اي شغلة تاني بقى لف الخيط واخرج بنفس اللون. لكن لما هنضيف لون جديد. بجيب اللون الجديد. بالشكل ده بسيد مسافة من الخيط. بلف الخيط حلقة بالطريقة دي. هدخل. المفروض ان احنا ايه ممكن نسحبه كده. بس انا بحب اكد على شغلي وبقفل عقد البداية. اهي بالشكل ده. وبسحب الحلقة دي من الحلقتين اللي عندي على الابر. وبلف الشغل بتاعي الناحية التانية. بس قبل ما لف الشغل بتاعي الناحية التانية هارتفع واحد. اتنين تلقتة. اللي هو ارتفع غرزة العمود بلفة. انا هسيب طبعا الخيط اللي هو ايه? اللبني دوت. لان انا هحتاج اقطة يعني هاخده تاني فوق. هسحبه تاني فوق. لكن انا ما احتاج ده الوقت هشتغل بقاني لون هشتغل باللون البينك دوت. انا عندي دلوقتي واحد. اول غرزة بشتغلها في المكان دوت. يعني الفراغ دوت مش هشتغل فوقي تاني. دي اول غرزة عندي. هدخل في الفراغ التاني. اهو حرف ال V. واشتغل كمان. كده اتنين عمود بلفة. اللي بعده. تلاتة عمود بلفة. اه لو تلاحظوا ان انا طبعا طرف الخيط اللي ما بشتغلش به في ظهر حرف ال V معي اهو. يبقى كده واحد اتنين تلاتة. ده رقم اربعة. رقم خمسة. يعني انا بشتغل ايه? تلات سلاسل لارتفعه. بعد من واحد اتنين تلاتة. علشان اكمل اربعة عمود بلفة. وفي رقم خمسة هالف الخيط طبعا زي ما احنا شايفينا اهو الحلقة الف الخيط هدخل في حرف ال V. هالف الخيط واخرج. هالف الخيط واخرج من حلقتين. هالف الخيط واخرج من حلقتين. انا كده كملت الخمسة. دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في الخانس هعمل ايه? هرتفع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. عشرة سلسلة فوق العمود رقم خمسة. بعد كده بروح فين? شايفين العمود رقم خمسة فيه فوق ايه? حلقتين اه الحلقة اللي هي تعتبر حرف في دي في اول حرف والحلقة اللي داخل العمود نفسه. ها? تاني نقرر. الحلقة اللي فوق العمود اهي. والحلقة اللي داخل العمود نفسه. هدخل فيها الاف الخيط واخرج واخرج كمان من على الحلقة ايه? اللي على الابرة يعني بعمل غرزة منزلجة. هرجع تاني. اشتغل خمسة عمود بلفة كمان. ادي اول واحد اهو ادي واحد. اتنين. تلاتة. كده نكون خافينا الخيط خلاص. اللي هو الطرف اللي احنا مش بنشتغل بيه اهو. من قدام ومن ورا نضيف الشغل بتاعي. ده رقم خمس اربعة. احنا كده اتشغلنا اربعة. ادي واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وده رقم خمسة. فوقي ايه? يعني بعد في كل رقم خمسة بعمل عشرة سلسلة وبقفلهم بمنزلجة. ادي واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. واروح فين? هروح للحلقة اللي فوق العمود. والحلقة اللي في داخل العمود. اهي? الف الخيط. واخرج منها. واخرج كمان ايه? من الحلقة اللي على الابرة. وبعمل غرزة منزلجة بالشكل ده. هرجع تاني اقرر. اربعة عمود بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة ورقم خمسة بشغله. وفوقي ايه? عشرة سلسلة. وبنقفلهم ومنزلجة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. واروح للحلقة اللي فوق العمود. والحلقة اللي داخل العمود نفسه. اهي. الف الخيط واخرج. واعمل غرزة منزلجة. وهكزا بقى زي ما احنا شايفين. هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. اني بشغل اربعة اعمدة. وفي العمود رقم خمسة بشغله. وفوق منه بشغل عشرة سلسلة وبقفلهم بمنزلجة زي ما احنا شفنا بالزبط. هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم داني بجده اكون خلصت الراوند بتاعي كله معادي اخر غرزة اهي. رقم خمسة. الشكل ده. زي ما احنا شايفين. احنا طبعا بيكون قبل الشغل خمسة وفي الاخر برضك خمسة. يعني عندي السلسلة دي بيكون في المنتصر. في المرحلة دي هرتفع سلسلة واحدة هلف الشغل بتاعي الناحية دي. هشتغل طبعا فوق كل غرزة غرزة حشو. كده ادي واحد. عفوا. اتنين. تلاتة. اربعة. وعندي رقم خمسة اهي. جميع الفراغ بتاعها بعينه. كده خمسة. طبعا السلسلة بتاعتي بجيبها الوراء. يعني زي ما هي كده وراء بسيبها وراء اهي. بتنيها بايدي كده وراء وبسيبها. هبدأ دلوقتي دي اول واحدة اهي. من الخمسة التانين هشغل ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ودي رقم خمسة اهي بين الفراغ بتاعها. هي ده خمسة. بنزل غرزتي الوراء كده. وبروح طبعا الغرزة اللي بعدها اهي. وبكمل الراوند بتاعي كله بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين على كل خمسة بشتغل خمسة حشو. لغاية طبعا ما بخلص الراوند بتاعي كله بغرز الحشو هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم دانيو في المرحلة دي طبعا احنا خلصنا الراوند كله معدى اخر غرزة هبدأ اضيف لون جديد. اتفقنا بنضيف لون جديد طبعا في نهاية الغرزة. انا طبعا دي اخر غرزة اهي جاية بميل زي ما اتفقنا هي ما ننسهاش. هلف الخيط واخرج. هجيب بقى لون جديد اللي هشتغل بيه. هلفه بالشكل ده حلقة. وهقفله كمان عقدة. وهسحب الحلقة بتاعته من الحلقتين اللي معايا على الاخر. بالشكل ده. هرتفع. واحد اتنين تلاتة. هكرر بقى ايه اللي احنا عملناه في اللي هو الخاص بغرزة العمول بلفة. هسيب الخيط. لسه مش هسحابه دلوقتي. احنا بنغير في الالوان. طالما هغير في اللون هسيب الخيط اللي انا ما بشتغلش به. طرف الخيط اللي مش بشتغل به القصير بقى هخفيه معايا تحت الغرزة. طبعا اول تلات سلاسل احنا اشتغلناهم تحت او فوق اول فراغ من تحت. هلف الخيط وهدخل الفراغ ايه? يعني الفراغ ده مش هشتغل فيه تاني. كده ده رقم واحد كده رقم اتنين. عمود بلفة. تلاتة. لأ كده احنا ايه? انا سبت الفراغ الرقم اتنين. يعني انا اشتغلت فوق دي. اهو. بس انا ما خدتش بالي. فراغ بتاعي الاول هو يا جماعة. انا هشتغل هنا رقم اتنين. بس انا لما لفيت الخيط لورا. ايه? حسيت اني ده اول فراغ بالنسبة لي. لأ اول فراغ اهو تحت السلاسل بالزبط. هياخد بالي عشان العدد بتاعي كون مزبوط. كده ده اول واحد هروح لتاني واحد وهو اشتغل فيه. كده اتنين. تلاتة. اربعة. كده العدد بتاعي مزبوط. وناخد بالنا لان انا طبعا ايه زي ما انتو شفتو كان ممكن انسى المكان دوت ان ده اول فراغ بالنسبة لي وروحت عالطول اشتغلت في رقم تلاتة. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي رقم خمسة اهو. هدخل. واشغل العمود بلفة بتاعي. وفوقي ايه? عشرة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. ونروح فين? الحلقة اللي فوق العمود اهي. والحلقة اللي داخل العمود. وليف الخيط واعمل غرزة منزل. هرجع ساعتين اشتغل. هدي واحد. خطينا الخيط خالص تماما اهو. من ورا ومن قدام. اتنين. تلاتة. اربعة. ورقم خمسة اهو فوق رقم خمسة. بعد ما اشتغلت رقم خمسة هشغل عشرة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. بروح فين? بروح للحلقة اللي فوق العمود. اهي. والحلقة اللي داخل العمود تحتها على طب. ولف الخيط واعمل غرزة منزل. وارجع تاني بقى خمسة عمود بلفة فوق الخامس عشرة سلسلة وهكزا طبعا لغاية ما اخلص الراوند بتاعي. وبعد طبعا ما بخلص الراوند بتاعي بارتفع سلسلة وبشتغل على كل الغرز غرزة حشو زي ما عملنا بالزبط في السطر اللي تحت. وبعد كده برجع اغير اللون وارتفع تلاتة سلسلة واشتغل بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين. هكمل بقى مجموعة من السطور. اه جدد الالوان بتاعتي واخد من تحت الفوق بقى من الالوان اللي تحت دي وفوق وهكزا. لغاية ما اشتغل هحاول اشتغل عشر سطور. وبعد كده هرجع لكم نشوف نكمل الغرزة بتاعتنا مع بعض ازاي. راجعت لكم تاني وبالشك ده رتفعت اكتر من سطر زي ما احنا شايفين. انا بس حابة ارجع معكم السطر دوت. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. انا رجعت معكم السطر دوت اهو الحتة دي. اه انا دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة عشان حاسيت ان الفلاش كان مزغل العانيكم ومش شايفين بشغل بالزبط غرزة المنزلقة فينا. انا دلوقتي هشغل العمود رقم خمسة. بالشكل ده. وبعد كده عشرة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هروح فين بقى زي ما احنا شايفين عندي العمود بتاعي اهو. الحلقة اللي فوقي اهي. بينه. والحلقة اللي داخل العمود نفسه اهي. شايفين? الحلقة اللي فوق العمود والحلقة اللي داخل العمود نفسه. بادخل فيها بالف الخيط وبخرج منهم وبخرج كمان من الحلقة اللي عليها. وبكمل بقى الغرز بتاعتي بشكل طبيعي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وارجع تاني ارتفع سلسلة الف الشغل بتاعي الناحية التانية واشتغل غرزة حشو في كل غرزة حشو كده واحد اتنين تلاتة اربعة ودي رقم خمسة اهي. فرق بتاعها خمسة. هنزل الغرزة بتاعتي الورا كده. وهروح اعدي تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبكامل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة هكامل وهرجع تاني. رجعت تاني ودي اخر غرزة حشو عندي اهي. رقم خمسة. هدخل هسيب الخيط دوت. هسحب الخيط التاني اهو. اللون التاني. اللون بقى اللي انت حابة تختمي به ما فيش مشكلة. هسحب الخيط اللي هو اللون المختلف من اللون الابيض. هرتفع واحد اتنين تلاتة هلفي الشغل بتاعي الناحية دي. اول فرق اشتغلت في ايه. كده رقم اتنين. تلاتة اربعة خمسة انا خلاص بقى ايه هقفل الشغل بتاعي مش هشتغل بقى الغرزة دي تاني. هكمل بقى عادي. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة وهكمل الراوند بتاعي كله بغرزة العمود بلفة. هكمل وهارجع. رجعت تاني وبالشكل دوت هرتفع سلسلة هلف الشغل بتاعي الناحية التانية هشغل فوق كل غرزة عمود. غرزة حشو. كده ادي واحد. بس ايه? قبل ما اكمل غرز الحشو انا عايز اوليكم حاجة. قبل ما ننهي بقى بتاعنا بنعمل الحركة دي او بنعمل طبعا ايه? بنشغل بالشكل ده. انا محتاجة اعمل ايه? شايفين اللي هي السلسل بتاعتنا? هاجي عند اول واحدة اهي. هسحب رقم اتنين منها. وهكزا هطلع لرقم تلاتة اهي. هسحبها بالشكل ده. السلسل اللي بعديها هسحبها كده. شايفين? اللي بعديها هسحبها من تحتها كده. بالشكل ده. اهو. وبسيب اخر واحدة عندي فوق. تاني. هنه هنا اهو. اللي فوقيها اهي. هسحبها من تحتها. واللي بعديها هسحبها من تحتها. واللي بعدها هسحب من تحتها كده. وهكزا طبعا لغاية ما بوصل لنهاية ايه? الصف بتاعي. وهكزا طبعا بكمل ايه? كل الغرز بتاعتي. انا طبعا ايه? بشتغل من يدي. فهعمل الصف ده اهو. غرزة جميلة شيء جدا تستخدمي فيها كل الالوان اللي انت حباها تعمليها بلونين او باكتر. هي رائعة وحلوة جدا. تعملي بيها طواقي تعملي بيها بلافرات تعملي بيها كفية او زي ما احنا عاملين بالشكل ده وتبقى كفية جميلة جدا جدا جدا. فيها كل الالوان اللي ممكن تحبيه. رجعت انا تاني بقى كده للخلف بتاعي اهو اللي انا فيه. بشغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو انا هنا واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. فرقم خمسة هتلاقوا ايه? انا عندي مين? عند السلاسل دي. هتخل رقم خمسة. اهي. حرق الفي. وهاخد كمان معايا السلاسل دي. اهي. وهلف الخيط واخرج. وكمل غرزة الحشو بتاعتي. بالشكل ده. تاني بكمل. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة بدخل فيها. وبسحب السلسلة التاعتي الاخيرة اهي. تاني. بدخل في حرف الفي. والسلاسل بتاعتي بدخل فيها. هلف الخيط واخرج من تحتهم الاتنين. تبقى حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. تاني بقرر. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ورقم خمسة. هدخل في حرف الدي. وهجيب السلاسل بتاعتي اهي من الخلف. هدخل هخليها على الابرة بتاعتي برضا. ولف الخيط واخرج من تحت. ولف الخيط واخرج من حلقتين واخلص غرزة الحشو بتاعتي. هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم نشوف شكل الغرزة بتاعتنا ايه. رجعت لكم تاني وفي النهاية بيكون شكل غرزتي زي ما احنا شايفينها اهي. قد ايه جميلة وشيك جدا. وسهلة في نفس الوقت وبسيطة. تقدر يطبق بيها بلوفر اطفال بلوفر بناتي بلوفر الرجالي كمان بس يعني البلوفر الرجالي هيكونوا لونين بس وهتختار طبعا الانوان اللي هين بيكون رجالي يعني شكلها كده تكون وكورة شوي. ده وش الغرزة بتاعتنا. وده الظهر بتاعها. بيكون بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين. بنخفي كل الخيوط. ما فيش عندنا حاجة باينة. ونضيف من ورا ونضيف من قدام. شكل الغرزة بتاعتنا جميل قوي قوي. بتدخل فيها جميع الالوان يعني تقدر تشتغل بكل الالوان الموجودة عندك حتى لو عندك مسلا ايه? آآ بقايا مسلا يعني عندك رابع شلة من كل لون ممكن تمشي الحال. لكن مش هقول بقايا الخيوط بشكل عام. لان بقايا الخيوط صعب بيكون صغيرة. بتكلم لو انت عندك بقايا خيوط تكفي انك تكملي سطر كامل فهتقدر تستغليها بالشكل ده. دي كانت غرزتي النهاردة. اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو اعجابكم الفيديو ما ايه? متنسوش تعملولي اشتركوا في القناة